السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المدرس المساعد رفا العماد إبراهيم أستاذة في قسم الأنثروبولوجيا والاجتماع أقدم لكم شرح محاضرة عن مادة الفوليكلور والتي بعنوان نظريات ومدارس الملفوليكلور نتدقها أولاً بالمدرسة الميثيولوجية لقد كان للمؤلف الذي ألفه جاكوب جريم الذي خصصه لتنظيم وشرح الأساطير الألمانية إلى حد ما سبباً في تكوين ما يسمى بالمدرسة الميثيولوجية ولقد كان الجريم كثيراً من الأتباع ومن أبرزهم هو ماكس مولر يفسر مولر نشأة الأساطير بتلك الظاهرة التي أسماها مرض اللغة أي تغير المعاني في اللغة ويقول مولر أن الإنسان البدائي قد عبر عن أفكاره بكلمات لها معنى حسي خالص فلم يكن قادراً على التفكير لذلك يمكن القول بأن اللغة البدائية قد تضمنت كثيراً من المترادفات والمتشابهات فمثلاً قد تستخدم للدلالة على الشمس كلمات مثل المتلألئة، المشعة، البراقة، اللماعة، ولكن هذه الكلمات قد تستعمل كذلك للدلالة على القمر وعلى النجوم والماء وغيرها ويرى مولر أن اختلاف المصطلحات وافتقارها إلى الاستقرار لا بد أن تنتج عنه بمرور الزمن استراباً في الأفكار متناسية المعنى الأصلي للكلمات مما قد يؤدي إلى ما يعرف بمرض اللغة محدثة مفاهيم خيالية للظاهرة الطبيعية وهي الأساطير تعرضت هذه النظرية أو هذه المدرسة ونقصد بها المدرسة الميثيولوجية إلى جملة من الانتقادات فمن هذه الانتقادات هي أولاً أن تصور مولر كان خاطئاً وادعاءه بناء على ذلك أن الأساطير قد ظهرت في مرحلة متأخرة ثانياً كما أنه ليس صحيحاً تفسير ماكس مولر لنظرة الإنسان البدائي إلى ظواهر الطبيعة فمن الواضح أنه قد نظر إليها بإمعان وواقعية ثالثاً كما أن ظاهرة مرض اللغة يمكن أن تكون أحد أسباب نشأة الأساطير ولكنها ليست السبب الأوحد رابعاً أن مولر حدد معظم الأساطير في دائرة ضيقة جداً هي دائرة الظواهر المتصلة بالشمس وهذه كانت من الأخطاء الكبيرة والشائعة التي وقع بها مولر نذهب إلى النظرية الثانية وهي النظرية الأنثروبولوجية أو ما تسمى أيضاً بالنظرية التطورية النظرية الأنثروبولوجية متعلقة بالاستعمار وخصوصاً استعمار الإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية فتقول النظرية الأنثروبولوجية عندما نمت السياسة الاستعمارية لإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية أخذت تتراكم المادة الصالحة للدراسة والمقارنة فقد قام كثيراً من علماء الجغرافية والأثنغرافية والفوليكلور والأنثروبولوجية بدراسة البلاد البعيدة والقريبة ودراسة الشعوب التي تعيش فيها سواء من ناحية اقتصادية وأساليب الحياة واللغة والعادات والتقاليد لذلك أخذت الدراسات الأنثروبولوجية تزدهر في هذه الفترة وذلك لبيان أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الشعوب المستعمرة والشعوب الأوروبية سواء من ناحية اللغة أو من ناحية الثقافة أو غير ذلك وهنا ظهرت نظرية علمية جديدة سميت بالنظرية الأنثروبولوجية ويعتبر تايلر وتابعه الباحث الأسكتلندي أندرو لانج مؤسسا لهذه النظرية نشر إدوارد تايلر في نهاية ستينات القرن التاسع عشر كتابا بعنوان دراسات في تاريخ البشرية القديم وقد أشار وتحدث في هذا الكتاب إلى أن تايلر كان مهتما جدا بالمراحل الأولية لتطور الثقافة الإنسانية وفي عام 1871 نشر تايلر كتابه الشهير الثقافة البدائية وقد جمع كثيرا من المعلومات حول أساليب الحياة والأفكار والعمل الإبداعي لشعوب العالم المتباعدة والمتفرقة وانتهى تايلر إلى أن الشعوب تتشابه في أساليب حياتها وعاداتها وإبداعها بالإضافة إلى هذا اكتشف عديدا من أوجه الاتفاق بين حضارة الشعوب البدائية وعناصر معينة في أفكار الشعوب المتحضرة أو ما تسمى بالشعوب المتقدمة فيقول تايلر أن الشعوب تتوارث الرواسب الدينية والثقافية وسار بشكل حاسم ضد المدرسة الميثيولوجية التي زعمت أن في المراحل الأولى للثقافة نظما دينيا أكثر تطورا هي الأساطير وهناك أيضا جملة من الانتقادات التي تعرضت لها النظرية الانثروبولوجية منها أولا الاعتقاد بوحدة العقل البشري العقل البشري عفوا اثنين وحدة قوانين تطور الثقافة البشرية ثلاثة وجود رواسب ثقافية في حياة الشعوب المتحضرة وفي إبداعاتها التي تقوم بها من خلال المعيشة اليومية ننتقل إلى النظرية الثالثة أو المدرسة الثالثة وما تسمى بمدرسة الاستعارة مدرسة الاستعارة ظهرت بعد منتصف القرن التاسع عشر حيث اتسع النشاط التجاري والصناعي في أوروبا كما اتسع نطاق دراسة المناطق الشبيهة بالمستعمرات في الشرق الأدنى من ناحية ثقافتها المادية والروحية كما أن علم الاستشراق الذي تقدم في ذلك الوقت فقد كشف عن كثير من الظواهر في ميدان اللغة والدين والشعر والتي تحمل كثير من الشبه مع نفس الظواهر التي ظهرت في أوروبا فقد قام الباحث الألماني تيودور بنافي بدراسة عن الحكايات الهندية التي ترجع إلى القرن الثالث الميلادي أكد فيها تشابه الحكايات الهندية والأوروبية نتيجة الصلاة التاريخية والثقافية بينهما فللشرق تأثير قوي على الغرب حيث استعارت في هذا المجال أوروبا الحكايات الأسطورية من الشرق وسرعان ما وجد بنفي الكثير من المشاركين له في هذا الرأي وتطورت إلى مدرسة فكرية في التراث الشعبي عرفت بمدرسة الاستعارة واعتبرت الهند القديمة هي المستودع الأساس الذي أمد الشعوب الأوروبية بمادة الإبداع الأدبي ومن الهند رحلت الحكايات الأسطورية بالشكل الشفاهي أو المكتوب ولا شك أيضا أن نظرية الاستعارة قد أفلحت في تحقيق انتصارات عديدة على تفسيرات المدرسة الميثيولوجية كما ذكرنا وهي المدرسة الأولى التي كانت مسيطرة سابقا بل إن كثيرا من الميثيولوجيين استسلموا أمام هذا المنهج واعترف ماكس مولر نفسه بانتصارات مدرسة بنفي أي مدرسة الاستعارة وضعف المدرسة الميثيولوجية أما الأخطاء التي أيضا وقعت بها هذه المدرسة أولا أنكرت هذه المدرسة وجود آداب شعبية قومية وهي مبالغة وخطأ لا شك فيه ثانيا كما أن تطبيق منهج المقارنة كان ضعيفا جدا في مدرسة الاستعارة ثالثا أن كثيرين من ممثلي هذه المدرسة كانوا يفتقرون إلى التحليل الدقيق للأحوال التأريخية فنتيجة لذلك تهاوت هذه المدرسة كما كانت عمليات مسح وتصنيف الحكايات الشعبية قد أحرزت قدرا كبيرا من التقدم في البلاد الإسكندنافية في اللندا والسويد والنرويج والدنمارك إلا أن أول الأعمال الضخمة في مجال الدراسة المقارنة للأدب قام بها الأستاذ كارل جرون وهو الذي ابتدع الاتجاه العلمي المعروف باسم المدرسة الفنلندية وتؤكد المدرسة الفنلندية على أن الحكاية التي توجد لها مئات الروايات الشفاهية لابد وأنها قد نشأت في زمان ومكان محددين عن طريق عملية اختراع ويترتب على هذا أنه لابد وأن تكون هذه الحكاية قد ارتحلت من مكان الاختراع في شكل دوائر أي من الانتشار على شكل دوائر أما الانتقادات التي وجهت إلى هذه المدرسة فهي حاولت أن تغطي تراثا عريضا من الفكر النظري في هذا العلم وتتعرض بالتحليل لآلاف بل لمئات الآلاف من الروايات ننتقل بعد ذلك إلى المدرسة الرابعة وهي المدرسة التاريخية تمثل المدرسة التاريخية بالقياس إلى المدرسة الميثيولوجية ومدرسة الاستعارة تعتبر المدرسة التاريخية خطوة كبيرة ومتقدمة جدا إلى الأمام فعلى يد أتباع هذه المدرسة خرجت الدراسات الشعبية من متاهات الميثيولوجية أي من متاهات المدرسة الميثيولوجية أو الأسطورية وجاهدت هذه المدرسة لكي تنقل الدراسات إلى أرض صلبة من الحقائق التاريخية وترجع الجهود الأولى في هذه المدرسة إلى العلماء الألمان والروس وخصوصا العالم الألماني جاكوب جريم لقد جذبت آراء جاكوب جريم علماء فولوكلور القرن التاسع عشر وخصوصا البريطانيين منهم إلا أنه حدث بعد إدخال النزعة التطورية إلى الفكر العلمي بعد نشر كتاب داروين لأصل الأنواع أو ما يسمى بأصل الأنواع أضافت النظرية التاريخية إلى مخططها تتابع الحقب الزمنية وبحثت هذه النظرية في أعماق التاريخ محاولا معرفة الفترات التاريخية السابقة والفترات التاريخية التي مرت بها علم الفوليكلور أي المراحل بمعنى إلا أن أعظم إنجازات هذه المدرسة قد ارتبطت بإسهامات العلماء الروس بل أن يوريس كولوف يدعي أن هذه المدرسة قد أو هي تعتبر زرع ونبت روسي خالص أي ليست أو لا تعود للمدرسة الألمانية فيعتبر الروسي ميلر من أبرز العلماء الذين حللوا الأدب الشعبي الروسي على أسس تاريخية ولعله كان متأثرا بجهود بعض العلماء الألمان أمثال جاكوب جريم وبدأ ميلر يراجع ويحلل الملاحم الروسية محاولا تحديد الأسس التاريخية أو اتفاقها مع حقائق التاريخ أما الانتقادات التي وجهت إلى هذه المدرسة أيضا أولا بما أننا قلنا أن المدرسة التاريخية تمثل مرحلة متقدمة بالمقارنة مع المدرسة الميثيولوجية ومدرسة الاستعارة على طريق التقدم العام للبحث العلمي إلا أن رواد المدرسة التاريخية لم يولوا المسائل الرئيسية ولا سيمة فيما يتعلق بالأخص بالطبيعة الاجتماعية للنتاج الشعبي لم يولوه اهتمامهم الكافي فحللوا المسائل التراثية الشعبية تحليل سطحي وهذا ما عزز انتقاد الخصوم لهم ثانيا أن هذا المنهج قد فسح المجال للتأويلات والتخمينات فقد يختلف باحثان أو أكثر في تحديد أو في تحديدهم للأصل التاريخي لملحمة ما ثالثا من الانتقادات الخطيرة التي وجهت إلى هذه المدرسة عدم اهتمامها بالطبيعة الطبقية والاجتماعية للنتاج الشعبي إذ يؤكدون جميعا أن أي نتاج فولكلوري قد ألف وسط مجموعات أو وسط جماعات الطبقة الحاكمة أو الطبقات العليا أو ما تسمى بالأرستقراطية الانتقاد الرابع وهو الانتقاد الأخير للمدرسة التاريخية يقول كما أن أتباع هذه المدرسة حاولوا أن يجعلوا التراث الشعبي فرعا من فروع دراسة التاريخ أو تابعا له فانتقدوا بناء على ذلك وبالرغم ذلك فقد كانت المدرسة التاريخية على وجه العموم موثوقا بها وكانت تعتبر إلى حد كبير الكلمة الأخيرة في العلم حتى العقود الأولى من القرن العشرين ننتقل إلى المدرسة أو إلى الاتجاه الخامس وهو الاتجاه الإديولوجي الاتجاه الإديولوجي يهدف هذا الاتجاه إلى استخدام مواد التراث الشعبي كرأس مال سياسي لتدعيم مواقف إديولوجية معينة أي لدعم أفكار معينة لسياسات دولة معينة وأبرز نموذجين لذلك الاتجاه هو الموقف في ألمانيا والموقف في الاتحاد السوفيتي أن ألمانيا كانت أول دولة قومية تستخدم دراسات الفوليكلور وتوظفها لأغراص سياسية فقد نشرت في ألمانيا أو نشرت في ألمانيا خلال القرن العشرين كميات ضخمة من الكتابات الفوليكلورية التي تدعم المفهوم النازي ولما كان الحكم النازي ديكتاتوريا فلم يكن يسمح بوجود إديولوجيات أو نظريات أو أفكار مخالفة للإديولوجية الرسمية للدولة التي يبعها النازية لذا عملت الأجهزة الحكومية على ممارسة مختلف صنوف القهر على علماء الفوليكلور الألمان لكي يعدلوا من نظرياتهم وآراءهم القديمة وفقا لما يتوافق مع السلطة النازية ويهاجموا تلك النظريات التي أدانها الحزب النازي لذا فإن هذه السياسة قد كلفت عددا من دارسي الفوليكلور حريتهم ووظائفهم ممن رفضوا التدخل السافر من رجال السياسة في شؤون العلم وهذا لا يمنع من وجود نفر من أصحاب النفوس الوضيعة المشتغلين بعلم الفوليكلور أن يتحمسوا للنظرية النازية الجديدة ويتبنوها أيضا ويعملون على تدعيمها بكل ما تحت أيديهم من أساليب وعلى رأس هؤلاء هو ماثياز زيجلر أو ما يسمى بماثياز زيجلر وحددت النازية رسالة علم الفوليكلور بأنها تتمثل في الكشف عن التراث الشعبي الألماني المعاصر وتمييزها عن العناصر الدخيلة عليه من الثقافات الأخرى والثقافات المختلفة التي تختلف عنصريا عن الشعب الألماني بل أن مفكري الحزب النازي ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث طالبوا علماء الفوليكلور في بلادهم بتمييز التراث الشعبي الألماني الأصيل وفصله عن العناصر المسيحية الدخيلة التي وفدت إلى البلاد مع دخول المسيحية لذلك كانت النظرية الفوليكلورية النازية الجديدة مفتقرة إلى كل تراث وأساس علمي فكان لابد من أن يجد الفوليكلوريون النازيون بعض الأسماء اللامعة في تاريخ علم الفوليكلور الألماني العريق لكي تستند إليها وتحتمي فيها وعثرت هذه النظرية على ظالتها المنشودة في شخصية علم الفوليكلور والاجتماع الألماني الشهير هيرش ريل أما في الاتحاد السوفيتي أو ما تسمى بروسيا حاليا فإن استخدام الفوليكلور لم يكن أبدا للتزيف أو لتغيير الحقائق وإنما لتوحيد العاطفة القومية وخدمة أغراض التنمية والتطوير الاشتراكي ولم يكن دعوة لتفوق جنس معين على سائر أجناس أخرى وإنما كان دعوة لنشر قيم إنسانية رفيعة لذلك فإن التجربة النازية والتجربة السوفيتية في الفوليكلور ليست على مستوى واحد فهناك فارق كبير بين التجربتين حيث عملت روسيا السوفيتية على حماية الفنون والآداب والمعتقدات الشعبية وكل ما يدخل في باب التراث القومي ننتقل بعد ذلك إلى النظرية البنائية ودراسة الأدب الشعبي تمثل المدرسة البنائية أبرز التطورات المنهجية التي ظهرت على مسرح العلوم الاجتماعية واللغوية وعلم الفوليكلور خلال النصف الثاني من القرن العشرين ويدلنا التتبع التاريخي لظهور هذه المدرسة الفكرية التي حاولت أن تطور اسلوبا جديدا في النظر إلى التراث الشعبي على وجه الخصوص أن جذورها الأولى تمتد إلى علم اللغة في أوروبا ولكنها مع ذلك لم تنحصر فيه بل تشعبت إلى بعض العلوم الاجتماعية التي أحس علماؤها احتمالات الإفادة من هذا النهج الجديد في رؤية موضوع دراساتهم من منظور جديد أو ما يسمى بمعنى أكثر علمية وكانت الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية على السواء وكذلك الفوليكلور ومن أبرز العلوم الاجتماعية التي حاولت تبني أساليب البحث البنائية أما في ميدان علم الفوليكلور على وجه التحديد فتمثل البنائية أكثر النظريات التي ظهرت أباني الستينات من القرن الماضي أكثرها تأثيرا طبعا وأكثرها جميعا جذبا للاهتمام وكان أصحاب التحليل البنائي قد استطاعوا تطوير بعض آراءهم قبل الستينات بكثير نذكر منهم على سبيل المثال العالم الألماني أندري يوليس في كتابه الأشكال البسيطة الذي ظهره عام 1930 ويمثل هذا الكتاب محاولة لتحديد الأشكال الأولية الأساسية للتعبير الشعبي والأدبي كما يدخل ضمن هذه الفئة اللورد راجالان بكتابه الذي أثار كثيرا من الجدل والنقاش الذي يسمى بالبطل الصادر عام 1930 وقد حدد في هذا الكتاب تحديدا محكما النمط العام لأحداث حكايات الأبطال الكلاسيكية والأسطورية ثم جاءت دراسة العالم الروسي فلاديمير بروب لتفوق هذه المحاولات وغيرها من محاولات التشريح البنائي وقد نشرت لأول مرة باللغة الروسية في عام 1928 ثم صدرت لها ترجمة إنجليزية في عام 1958 بعنوان مورفولوجيا الحكاية الشعبية أو مورفولوجيا الحكايات الشعبية وقد قام عالم الفوليكلور الأمريكي المعاصر ألان دندس بتطبيق هذا الاتجاه في التحليل البنائي على مجموعة من الحكايات الشعبية عند هنود أمريكا الشمالية في كتابه مورفولوجيا الحكايات الشعبية عند هنود أمريكا الشمالية الذي صدر عام 1964 وبذلك استطاع دندس أن يطبق التحليل البنائي على مجموعة من الحكايات التي كانت تعتبر في الماضي عديمة الملامح لا شكل لها كذلك قام بعض علماء الفوليكلور الشبان الآخرين من جيل دندس بصياغة بعض النماذج البنائية الخاصة في الرسائل العلمية وفي المقالات لكن من دون شك يعتبر الروسي فلاديمير بروب هو الأب الشرعي لهذه الحركة الجديدة في دراسة التراث الشعبي وقد كان مؤلف بروب المشار إليه سابقا بمثابة نقطة تحول حاسمة وإن جاءت متأخرة لبعض من الوقت في دراسات الفوليكلور على مستوى العالم وإذا استطاع التحليل البنائي أن ينجح في حالة ما فإنه قادر على النجاح في حالات أخرى فقد فسر لنا الحكاية الخرافية الروسية ثم فسر بعدها حكايات هنود أمريكا الشمالية وعلى ذلك ادعى أصحاب التحليل البنائي إنه قادر على كشف وتوضيح أرصدة أخرى من الحكايات وأنواع أخرى من الأدب الشعبي كالخرافات الحكايات الساخرة الألغاز وبذلك يستطيع هذا المنهج أن يكشف عن السياق الاجتماعي والبناء اللغوي كما يوضح النص الفوليكلوري ويحدد التفصيلات الثقافية ويتنبأ بالسلوك الناشئ عن عملية التثقيف ويربط بين الأنواع الأدبية الشعبية المختلفة وأخيرا يزيد الدراسات الوظيفية والسيكولوجية دقة وصقلا تلك كانت بعض الآمال الطموحة التي تكونت عند أصحاب هذا الاتجاه البنائي في الفوليكلور وإلى جانب هذا الاتجاه قدم عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي شتراوس منهجا آخر من هذا من مناهج التحليل البنائي للنصوص الفوليكلورية قائم على النظرية اللغوية وهكذا وجدنا يسوق الشواهد على ضرورة استخدام منهج التحليل البنائي الذي طوره اللغويين أو اللغويون عفوا في الدراسات الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية فيقول شتراوس لا شك إن علم اللغة من العلوم الاجتماعية وبرغم هذا فله بينها مكان متميز فليس علم اللغة علما مثل باقي العلوم الاجتماعية ولكنه هو ذلك العلم الذي أحرز أكبر تقدماً إنه العلم الوحيد الذي يستحق في واقع الأمر أن يطلق عليه تسمية علم وهو في نفس الوقت ذلك العلم الذي نجح في صياغة منهج إيجابي ونجح أيضاً في معرفة طبيعة الحقائق التي يخضعها للتحليل وهذا الموقف المتميز يفرض على اللغوي بعض الالتزامات فكثيراً ما يرى اللغوي باحثين آخرين من فروع العلم المختلفة القريبة منه يستلهمون منه المثال ويحاولون المضي في طريقه واقتحم شتراوس أيضاً ميدان الدراسة البنائية للأدب الشعبي بمقاله الدراسة البنائية للأسطورة الذي اقترح فيه اتجاهاً جديداً تماماً في تفسير الأساطير فقد كانت المدارس القديمة تحاول دائماً التوصل إلى بعض الاستنتاجات والتحليلات من واقع المقارنة المبسطة بين الأساطير والثقافة التي تعيش فيها فكانت الأساطير عفواً في نظرهم أما تعكس وقائع الثقافة أو تشوهها أي أما تعكس صورتها الصحيحة أو تشوه تلك الصورة ولكن لماذا إذن تتصف الأساطير بكثير من الملامح المتشابهة في أرجاء العالم المختلفة؟ يعتقد شتراوس إجابة لهذا التساؤل إننا يمكن أن نعثر على إجابة على هذا التساؤل في البناء المنطقي الموجود داخل العقل الإنساني بما في ذلك العقل البدائي الهمجي أي العقل القديم للإنسان القديم وقد استشهد كلودلي في شتراوس بأسطورة أوديب أو ما تسمى بعقدة أوديب وهي يعني العقدة القصة والأسطورة المعروفة عقدة أوديب وعقدة أليقة عقدة أوديب هي عقدة الطفل أو غيرته العاطفية على والدته من أبيه أما عقدة أليقة هي عقدة الفتاة على أبيها من والدتها فاستشهد ليفي شتراوس بأسطورة أوديب وبعض أساطير هنود أمريكا الشمالية فشراحها على أساس مجموعات أو على أساس حزن العلاقات إلى هنا تنتهي محاضرتنا لليوم محاضرة عن نظريات ومدارس علم الفوليكلور تحدثنا عن مجموعة من المدارس والنظريات منها المدرسة الميثيولوجية النظرية الأنثروبولوجية مدرسة الاستعارة وأيضا المدرسة التاريخية والاتجاه الإديولوجي وأخيرا النظرية البنائية ودراسة الأدب الشعبي شكرا جزيلا لحسن استماعكم نلتقيكم إن شاء الله في محاضرة جديدة لمادة جديدة من مواد علم الفوليكلور للمرحلة الثانية ترجمة نانسي قنقر